لن تحتاج لشراء قرورة الغاز بثلاثة معالك ملح زود كمية الغاز سر يخفي عنك الجميع اذا بحال انت خلصت عندك قنينة الغاز بطريقة كتير زكية شو بتعملي؟ بتجيبي ماء دافية بتحطيها بقلب الغاز لانه الغاز بالشتاء بيجمد من تحت بهذه الطريقة بتضيف ثلاثة معالك من الملح بهذه الطريقة هون راح تكفيك ثلاثة اربعة تيمة تمدع وطريقة بتحقق راح علمك على فكرة كتير حلوة بجورة بالكلسات النايلون دايما تعتمديها بقلب بايتك وذلي عادة نحنا بس نجيب ادوية بهذه الطريقة وقات السيطة اللي بيعطيناه ظارف ظارف فبطريقة كتير حلوة احسما الولد يدقارون او يفتحوا متعرفوا انه الولد الصغير مدروا شو بيسروا ففكرون يعني هود اللي منجيبون مثل الشوكولة بطريقة كتير حلوة بتحطيهم بقلب الجورة بالكلسات بهذه الطريقة متل ما شايفين انا عندي هون اللعبة ونحن نسكر عليها ونحن نسكر عليها ونحن مستحيل الولد يفتحوا نعتمدوا على هذه الطريقة وطريقة غير شكل هيك انت بتحمي ولادك ونتحمي اطلاق ضعي زيت الزيتون على شعر بنتك شعر بنتك كيرلي خشن ما بيتمشت بينفوش من بعد الحمام بعد ما انت تمشت معيك انت تجيب زيت زيتون بتحطيه على شعراتك بتتركيه مايوكار بالربع ساعة ترجع بتفوحيه بالماء متل ما شايفين انا عندي هون اللعبة ما شاء الله اذا هي لعبة واتملس شعراتك كيف لو شاوح دي شعراتك كيرل او اي شي تمدوها لعيد الطريقة وكتير حلوة ونفس الوقت زيت الزيتون بغزة الشعر اتمدوها متل ما انا بعتمد ضعي معجون الاسنان على النار وشوفي مانا نتيجة رهيبة رح نعمله بداية ما تنسينا اللايك والمتابعة والاكسبلور تحت وصلكم مني كل شي جديد هلا هوني مباشرة رح نباشر بالعملية لو انتي حابت لها مع الاستلس اللي عندك منضيف شوية ماي وهلا رح نضيف الدواء السنان بقلبه ما من كتر شوية صغيرة ورح نجيب اللي في اول ما يسخنوا الماء شوية صغيرة رح نفرقون ورح فرجيكم على النتيجة النهائية هلا هوني انا عم بفريكا لكو كيف بلش تعطيني لمعية غير شكل هلا هوني انا رح اخصلها ورح فرجيكم عليها كيف صارت نتيجة سوبر واو اعتمديها فكرة مش رح تقدر على بالك بأي مجامة متوجدة عندك بقلب البيت وما بدك ياها بداية من جبسة الماي منحط على شوية ديتور بالاضافة الى شوية من السائل الجالي او اي سائل متوجد عندك بقلب البيت ونضيف عليه شوية صغيرة من الخل ونضي البجامة بقلبه بهيدا الطريقة ونعصره بهيدا الشكل هوني نحنا رح نجيب المسيحة ورح ندخلها بهيدا الشكل هون نحنا رح نعمل كل حيطان البيت من دون تعب ومن دون جهد ومن دون اي شيء من دون ما نجيب اي شقفة بتضلها توقع معنا هون بتضلها سابتة بهيدا الشكل هون رح نعمل كل حيطان البيت والبواب بهيدا الطريقة اتمديها وصدقيني ما رح تخسري شي وإذا حبيت يعمليلي لايك وكومنت حلو حدا شوف قرائك وما تنسي عم تدخانة انتو سلفتك على الملائط لهم رح حلمك على فكرة غير شكل إذا انتو قاعدين فوق بعض ومسلا بيقعوا الملائط وين تحت البنية بتقلك لأ هيدا ملائطي وهيدا ملائطي ما عليك بس تكوني انتو فاضية شو بتعمل تفكي الملائط مثل ما انا فكيتم مثل ما انا عملي هيدا الملائط أصفر وزهر شو بتفكيون بهيدا الطريقة وبتجيب الملائط بهيدا الطريقة وبتراقبيون هون هون اذا بحل ما وقعت على برندتها او وقعت تحت بتقليلها انه هودا ملائطي وانا هيك بميزهم تمدوها لهيدا الطريقة وغير شكل هيك انا دايما بعمل شو رأيكم حبيتوا هيدا الفكرة بعطوها لانترمي الفلين من بعد ما تشوفي هيدا الفيديو مثل ما شايفين الفلين كيف صار عندي مثل المعجونة او مثل السلايم يمر حلمك عهيدا الطريقة واعتمديها دايما بقلب بيتك بداية نحنا شرح نحط بقلب الفلين تحت تيدوب شاهدوا معاي الفيديو للنهائية بداية نحنا حطينا هيدا المادة وهي مادة التنير او فينا نحنا نستبدله بالبنزين منحط الفلين بقلبها بهيدا الشكل تحت تيدوب الفلين فينا نلاقيه بكل المطارح فينا نلاقيه على الطرقات عند الخدارجة بطريقة كتير حلو نحنا في كيف فينا نحنا نستخدمه اذا فيعنا شي مقصور بقلب البات فيه تلزق من دون ما نحنا نتعذب وننزل على السوق ونجيب ساليكون بهيدا الطريقة نحنا اعتمدناها وطريقة كتير حلو فينا كمان نحطهن على الحيطان اعتمدوا طريقة كتير حلو بعطوال غير ترجمة نانسي قنقwal